هو بطل وهعايش في وجدان كل الاهلوية وهيفضل طول عمره بطل خلص الصور خلص الصور عشان كده كابتن سابت البطل هيكمل او كمل معك ليه اخترت وقرارك واضح من اول حالة مع الكابتن سابت الكابتن سابت اعلمني عن المواجهة يعني ان انا واجه يعني ان انا اكون اقول رأي بصراحة ما طواراش ما جملش الكلام وفي نفس الوقت مجرحش حد يعني لو عايز اقول لي مدرب رأيي اقوله بمنتهى الحياء وممكن يكون فيه تورية يعني مثلا لو عايز اقول رأيي ممكن اجيبها في سيغة سؤال او في سيغة استفسار يعني يبقى فيه الكبير كبير نبعى السلام قال ايه انزله الناس من نازله فالمدير الفن ده ليه احترامه هو كده سابت فسابت سابت وبطل وراجل واخر يوم عاشه في حياته انا عاشته معاه كله من اوله الاخر وفاكر كان عندنا الزمالك وكنا معسكرين في في 6 اكتوبر وهو رفض رفض تام انه يروح عادنا ست ساعات مع بعضنا وهو بنتكلم في كل حاجة في الحياة وطلعنا الاتوبيس طبعا التمرين الخفيفة انا ما بعملش في حاجة طول عمري عشان برضو انا بقعد اتفرج على التمرين وعدت معاه في الباص جبنا قش الباص كده في الملعب تعال في الملعب فاهم وكان تعبان جدا 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 لدرجة منو اللي قال له راوح لدرجة اننا دلوقتي يعني هو ميت زي النخل واقف واخر كلمة سمعتها منه الله يرحمه خلص المطش واحنا وحد الله وحد الله ربنا يرحمه كزبانين ثلاثة و ينتقل كيف سابت احنا كزبانين ثلاثة الحمد لله قال لي احمد كله محصل بعضه كان خلاص يعارف انه رايح لضار الحق والانسان بيحس كابت النجا هو كان حاسس لانه قبلها كان تعب قوي يعني انا كنت بقعد معاه في القضاء يمكن ساعتين او اكتر عشان كان جسمه خس قوي وعايز يبان للناس انه هو قوي فكان بيلبس حاجات تقيلة تحت اللبس اللبس الجاكتين وبطنية عشان يبان اللي هو وحش زي ما عشان الناس تفضل شايفة شكله قوي قوي ومات قوي عشان كده هو ثابت البطل اللي محدش هزمه في اي حد في اي حد دي حقي كابتن ناجي الوقت بيجري معاك جدا وطبعا اذكره ما نقدرش ما نقدرش ابدا ننسى كابتن سابت البطل واحد من اعظم ومن اجدع ومن ارجل الشخصات اللي انا كمان عملتها في حياتي حقاني قوي كلمته واحدة ما فيش حاجة اسمها نجمة عندي لكل سواسية بنا حاجات العدل اللي تخليك تحقق بطلات وهو موجود رغم اللي مانول شخص قوي ما بيسمحش لحد يتدخل لكن الوحيد اللي قدر يتدخل مع مانول ويكسب ثقة بعض من احترامه وبيحمي الرجل بشكل قوي هو كابتن سابت الله يرحمه